يقول أو تقول أتعبني المس العاشق تريد حلا أول حاجة لابد أن نعرف أن ليس هناك مس اسمه مس عاشق وإنما هذا استلاح تعرف عليه بعض أهل الرقية طيب فبالتالي ليس عندنا دليل لا من القرآن ولا السنة يؤكد نوعية المس إلا اللهم قضايا السحر كما قال سبحانه وتعالى بنص الآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله أما تحديد أنواع المس والعياذ بالله فهذا ليس عليه دليل شريع وإنما اجتهاد من بعض أهل الرقية فلهذا نحن نقول أنه أذى يسمى أذى من الشيطان والعياذ بالله قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإذا حس الإنسان بتعب نفسي أو بدني فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا بالدعاء ويخلص بدعائه كذلك يكثر من الاستغفار ويكثر من الصلاة ويكثر من الصدقات خصوصا صدقة السر فإنها تطفئ قضى بالرب وأيضا كذلك إن كان له والدين أحياء فيوصيهما بالدعاء له كذلك أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم خصوصا صورة الفاتحة وصورة البقرة وآل عمران وآية الكرسي وآخر آيتين وصورة البقرة وصورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس يكثر من تلاوتهما آناء الليل وأطراف النهر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء والشيطان أسأل الله سلاما من شره وكيده يضعف مع قراءة القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعلم عند الله هذا يقول جزاك الله خير وإياك هذا يقول ما تفسير ما تفسير الجرار الأصفر في المنام للأعزاب ربما يدل على خطوبة أو زواج والعلم عند الله هذه أخت مطلقة ترى في منامي أنها تغسل لحافا ربما يدل على الشفاء والزواج والعلم عند الله هذه أخت مطلقة ترى أن جلدها كان أسمرا ثم تحول إلى أبيض هذه دل على التوبة والشفاء إن شاء الله والعلم عند الله أيضا هذه أخت متزوجة ولديها أبناء ترى القلم القلم ربما يدل على العلم قال سبحانه وتعالى عنهم القلم قد يدل على الحمل بذرية ولد أما الضرب في المنام فهذا يعتبر جزء من حلمه من الشيطان والعلم عند الله هذه أخت مطلقة ترى أنها تصبغ شعرها باللون الأسود ربما يدل على الشفاء والخطوبة والعلم عند الله هذه أخت بنت عزباء ترى قطعة قماش باللون الأخضر وربما هو زوج صالح لك إن شاء الله والعلم عند الله رؤية الغنم وأولادها أو نحو ذلك في المنام ربما يدل على المال والذرية والعلم عند الله رؤية الأخ المتوفي إن كان بهيئة حسنة ربما يدل على رحتي في قبره إن شاء الله والعلم عند الله هذه أخت أزباء ترى ثوبا أحمرا وحذاء أحمرا ربما يدل على السفر والزواج الحقيقي والعلم عند الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر